مرحبا بكم الناس لكم في قناة هوزع في الحلقة السيد سامة برنامج هو هوزع كان والذي في حلقة ريبش نحكيه عن مباراة التصار اليومه والمقابل اللي ساد بيت المنتخل مصري ومنتخب السوداني والمنتخب مصري يفوز بواحد بلايش على المنتخب السوداني وعيرما نتأهر يدور القادم ستنيقات والمنتخب النيجيري حق انتسار 2 بلايش على المنتخب غيني بيسار والمنتخب النيجيري هو المنتخب الوحيد في المجموعات الكله اللي حق العلامة كان عيليا معنا عليه جيبان السعينيقات معنا جبل المنطخب الوحيد جيبان السعينيقات المنتخبات اليسجين لعباغؤد وكل جلو متعثر معنا عليه المحوظ مكويتم الدولة والوحيد المنطخب التن بهجموع المنطخب الوحيد لجبانسعينيقات لمجموعات كله аكل هذه المنتخب ميجيري ديوم منتخب لجيري حق انتسار لي ومنتخب نيجيري ايدام تعود 9ا Lisa المنطخب مصر اليوم الغابuhan شمجعه مقابلات السابقة الشروط الأول ينبيه من المنضخر المصري وShore 2 مستويه يجذي لي ويرجع المنضخر المصري الآن نذكروا بترتيب مجموع هذه سzialcom palabras الترتيب ن tightly بعد مقابلة قد تلاعب من تجني في المركز الأول بتسعة نقاط نلقiam من تجنيه باستلرنيقات من تجنيه من سودان باستردrijىnten 3 بنقطة 1 ومن تجنيه بنفس من مجموعه باستردرج مجرد معانية تساول باستردرج من التجنيه جاي من نقطة وحيدة إذن بعد نتاج ريحنا برشاة التطورات في خصوص أفضل ثيوالث فإنه منتخب الرأس الأخضر رسميا تأهل الدار القادم كأحد أفضل ثيوالث منتخب مالاوي زيدا تأهل إلى الدار القادم كأحد أفضل ثيوالث المنتخب التونسي يوضع بشلعب غضو المنتخب التونسي إذا كان حق نتيجة متع هزيمة أقل من 6 إهدافين لقفة أنه يتأهل الخصوص خمسة بللجو تأهل المنتخب التونسي بغير إحدى مس action معناها إذا ق punched TN تأهل بشكل شبة رسمي على دار القادمة هذه حيسابية لا تأهل بشكل رسمي ولكن من تأخذ خمسة بلجو تأهل على أهمية الكبرى بإمكانك هذا نحن لأن عizable أ спрос تحصل المركز السابع للمنتخب التونسي لانه نعرفوا معنى التعادل او الهزيمة مش تخليك تخلوا الماكز الثالث لكن المنطخب التونسي يلقوا دو احشم بملكز الاول مش ماكز الاول عفو الماكز الثاني معنى الماكز الاول تسعيبها شوية لانه مالي عنده مقابل داد منطخب موريتانيا واذا واجبا بحنا نقول شبه مرموض ولكن كتحكي نتقالوا علي منطخب التونسي فالمنطخب التونسي مطلب بالفوز مش يخلوا مطبئ ثانية لانه اخذ مرات بثانية سهلك اكثر الامور كنت اخذ مرات بثانية تلعب ضد منتخب غينية معناه منقولوا منتخب غينية بلش نابيكيتا نابيكيتا معناه خذاء مرش يلعب ماتش جاي بالنسبة لمنتخب غينية فانو تلعب ضد غينية بلغي نابيكيتا تصوى احسن خيار في الدول القادم نسبه المنتخب التروسي اذا اخيان هنمشيروا نحكيروا في التفاصيل الحلقرية باش نحلوا فيها ماتش مصر و ماتش السودان الماتش ريخ المتفلسط فيه يعني انهم جاءوا في نفس الوقت مش حدوه ماتش مصر والسودان اليوم في الحلقة دخليكم تعالوا مع التفاصيل اذا نحكيوا على مباراة المنتخب المصر المنتخب السوداني هي المنتخب المصر اليوم انتصار واحدة بلاش؟ كما اقول لكم في المقدمة المنتخب المصر اليوم مسترم بتاعه تحسن بكثير مقاعدة من بقابلات الماضي خاصة خليل الشروط الاول الشروط ثاني المنتخب المصر متوضع برشة بصراحة ولمدرب كيروش مموش مفهوم التراجع عم تلعو لساخر الشروط ثاني المنتخب مصر خليل الشروط ثاني يمكن تراجع شوية حاب استغل شوية المساحات اللي خليها المنتخب السوداني وقلت على الهجوم هذان ممكن اسلوب واضح للمدرب كيروش ولكن ميش مموكي لأسلوب هذان يبقى لمنختر مصري ويبقى يولينا بكرة كما ورحينا خليل الشوط الاول كانت الامور افضل بكثير والمنتخب مصري كان ممكن يستجيل اهداف اكثر من واحدة بليش معنا اليوم و لكن انا مبدوا الغدوات الاول يكون موقن للمتخب مصري ازيدان مع ملتخب السوداني مسار متوضع ياسر منتخب سوداني منتخب يعيش بسى الصعوبات منتخب عربي هو ولكن منتخب يعيش حقصص صعوبات منتخب متوضع ياسر معناه في اللقاء يخرج من دوم مجموعات نقطة واحدة معناه سعيب عليه بسر الموضوع ويعيش مع التخبطات حتى في البطول العربية المستمتعة وكان سيئة جدا وحتى في كلاسة أم الأفريقية ذاية جبتها عادل مع غيني بيسار ومبعد هزيمة ضد منتخب نيجيريا وهزيمة ضد منتخب مصر وملا وقلتها معناه ديما تجيب بوستوريت على الفيسبوك وانقوضة منتخبات غيني بيسار ومنتخب السودان صعيب عليهم ياسر مجرد منسق المنتخبات مصر ونيجيريا وذلك واضح معناها هناك نيجيريا ومصر معناها واحد اهلي تسعى نقاط وثلاثة نقاط والباقي واحد واحد تعاضل في ماتشل بنيتهم الذي يساعد المنتخبات غيني بيسار والسودان ان انو ماتشل بنيتهم اتعادل معناه إذا كنا رحل بيسار مربح ممكن ياسر تكون عنده هروض بشتهارك أفضل ثوارث ولكن من سوحة المنتخبات ام باباتهم الزوز تعادل فيها واحد واحد وبالتالي منتخبين ينزوز يخجوا من سباق الكائش الأمومة الفريقية إذن نحكي عن تشكيل نزل به مدرب كيروش واللي كاف المتشاريه في شكل 4-3-3 تشكيله مختلف بشيء عن تشكيل نزل به المتشاريفات بالاعتماد عشان نيوك حاسم المتقل بيدفاع نلقاه حيجازي ومعها اللاعب عبد المنعم عليمين نلقاه كاميل عليسان نلقاه أشرف في وسط ميدان نلقاه عمرو الصليا ومعها النني وعبدالله الصعيد في الهجوم العليمين ولقاه صراح عليسان نلقاه مرموش وذلك قال به هجوم نلقاه اللاعب مصطفى محمد إذن هذا تشكيل المنتخب المصري يتخذ به في مباراة اليوم إذن اليوم المنتخب مصري بصراحة كبداية كان من أم 201 باللقاء كنتيقاه في المقارولية المنتخب مصري اليوم استعادم بالمنطخب السوداني يلعب عن الدفاع والكورات التويلة والثي ayudريك مع biased المنتخب السوداني هو واضح من نواياه يقع لكلها يأخذ الكرة يلعب كرة طويلة باتجاه المهاجمين متاعه باتجاه اللاعبين كالمهاجمين باش المهاجمين يحاول يعمل الديفياسون ويحاول يطلعوا في الأطراف ينتهحهم أكثر ويحاول يستغرق الفرص هذه ولكن المنطخب مصري في الشرط الأول كان فيها قل المحارطة ذلك ممكن فيها الموقع بجيء فرص اختيره للمنطخب السوداني لم يكن اللعب مباشر مع المنطخب السوداني ولكن من شكل عام دفاع المنطخب مصري أدى بشكل جيد في استقبال كوراة التويلة اللاعب في المنتخب السوداني ولكن اكيد اليوم عن المنتخب المصري الحاجة اللي بالرناء أن المنتخب المصري لحظة برشة تحركات بين خطوط المنتخب المنفس يعني المنتخب السوداني ليست منتخب منظم يعني المنتخب يلعب باللابعة ثلاثة ثلاثة ومارات باللابعة ثلاثة 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 يعني المنتخب السوداني أغلى فتراته يلعب باللابعة ثلاثة ثلاثة فإنه فهم برشة مساحات سير من برشة لعبي يوصل مردان المنتخب البسداني ممش تقالرين يرتي البسторы عدوا يجعل مدينة المتخب المصري مع تحركات يتساين من اللاعبين للمنطخب مصري مثلا مرموش كان يتحرك ويتم بها ان خطوة المنطخب السوداني مع اللاعب عبدالله السعيد اليوم كان أفضل لعبي مطخب مصري ونشاف أفضل اللاعب في المطخب مصري خلض الشحوط الاول عبدالله السعيد قدم مستوى جيد اليوم في التاميرات تلكه النن jean synd leur absorber باشا على مستروم بتاعه ولكن في ما تريد ان اني اعتبر اجتاميرات طويلة مفيدة جدا للمهيبين مدخب مصري عمرو سريزا دي مستروم بتاعه كان جيد اليوم محمد صلاح اللي صار العلمية اللعب بليوم محمد صلاح ممكن شوية كالكنتروليات الغارة ما تصير منه بصراحة موجه ملاك كزيزة محمد صلاح اليوم وبرغم ان يرى مستروم بتاعه كان محترم فما شوية يزمي يكبس شوية في الكنتروليات اليوم من كلها وشوية كرات يضيحها معناها داخل بعضه شوية اللي ملا بصراحة مستروم بتاعه ويعرف كيف يستقل اكثر كرات يجي مع المنتخب مصري اليوم كما رينا برشا فرص جيته محمد صلاح ولكن محمد صلاح كان يزيع شوية الكرة اليوم والكرة تمشي منه بسرعة معنا فما نمسل زيد شوية للكرة والكرة ضيع منه الان اذا اللي لاحظنا اخي الى شرط اوكي ما اقول لكم منتخب مصري يخلق عدد كبير من فلس سعود كبير سير من اظهره خاصة اللاعب اشرف علي سار يوم من الشرط الاول فستطلع برشة عامل برشة عرضيات بتيجى مصطفى محمد مصطفى محمد اللي هو مستوى نتاعه كان جيد معنا بشكل ورح للمتخب مصري مصطفى محمد يععم برشة فكورة الرئاسية للمتخب مصري مجيه اخر يعمل في مستوى البناء المتخب مصري معنا كل المتخب مصري يبني هجمة تلاحظه مصطفى محمد يخرج من متاقة جزاء ويحاول يععم بديل هجمة مع المتخب مصري هذه اللي لاحظناها ليه حاجش به المتخب مصري والمتخب مصري في مشاوط الاول قدم مستوى جيد نجم وقل ومحترم برشة الهدف ما حدث يجيه الا في الاخر ماعنا جاهت ركنية ركنية متقعة للمتخب عبدالله السعيد وكورة برداشة من عبداليمونع معناها في الأخير مانا لاحظنا اليوم اللي في المرات شهرية عبدالله السعيد عمال بس شركرة ثلاثة وممتاز بصراحة عبدالله السعيد قبل لقطة الهدف نتعام دخل بمصري عبدالله السعيد عمال للذقنية وكورة جيت لمصطفى محمد وتنزل الحارس بعدها تول ذقنية لبعدها تول جاء عبدالله السعيد عمى سعى انتراج عبدالمنعم يحط كلها في الشبكة عبدالله السعيد يكون افضل كمنفذ للذقنيات والمخالفات افضل بكثير من محمد سراح في مجال هذين معناه محمد سراح صحيح لعب ليفر بول واحد وكل لكن عبدالله السعيد كما تلاحظوه افضل بكثير من محمد سراح في تنفيذ الكرار الثابتة اذا انشاء اول في بحث للمنتخب المصري اذا انشاء اول ثاني لاحظ موقن المنتخب مصري شهد شوية عراجع المنتخب المصري ممكن معاتش يضغط برشا معناه المنتخب السوداني يستحول شوية على الكورة ولا المنتخب السوداني يحاول داره شوية كورة ولكن المنتخب السوداني بنوخط الهجومية كبيرة المنتخب المصري اليوم لاحظنا شهدنا حتى مرموش وسراح يجعو ادافهم يعني في بعض الفتات من مقابلة والمنتخب المصري يحاول بوقتي فك الكورة يحاول يتلقى بسرعة للهجوم هذين بصراحة ما عاجب انشرت الفكرة من كيروش اليوم انه يتراجع شوية خلال الشهر الثاني ويحاول يستغل لك المطردات وكان من الساحات اللي بيشخاليها المنتخب السوداني ممكن كان لعب بلاسلوب بتاعه خلال الشهر الاول واستحول على الكورة وخلق المنتخب السوداني في مراتكو كان هذي يكون افضل وليكن اليوم مدرب كيروش في شهر ثاني قررت ارجع باللعبية وترك المنتخب السوداني يستحول شوية على الكورة ليومش في هذا بشكل واضح ان اليوم انه ليرو متخب المصري في الاخر واحد بلايش ماشي في سكة وارح معناه ماتش بحدور وماتش مفش حتى سيناريو اخرج بسير بشكل وارح اليمتخب سوداني متخب متوضع يسر يمكنك من قلتلكم كلمة ما جاء مخالفة ولا كورة يسجل المنتخب السوداني ولكن في الأقل اليوم مدخب سوداني لم يحضر خطوة هجومية كبيرة فمن مخالفة جيت نحاش الناوي بخليفة ذلك المدخب سوداني مع مش حاجة كبيرة معنا في الماتشارية حتى يستحوض على الكرة شوي خليل الشهر الثاني فمن تغيير جيت مدرب كيروش اليوم دخل اللاعب زيزو ما كان اللاعب عبدالل السعيد ممكن عبدالل السعيد يريح فيه أكثر من الماتشارية الجاية فمن حاجة نقطة حبيتنا نوضحها في الماتشارية أنه الحاجة البعية معنا اللحظان الماتشارية يا الان hubb hatal 할 Marchegiani لان اللاقب الغابي ل71 1 الواتق الift enhanced مكاله لازيزو يعلب مصطفى محمد بحث الزيزو عليمين وحث صراحة عسا حربة لست تقوي زيزو عليمين فقط ما تصدر هاه هذا هذا هو واضح ل complaining لو تضح الصراح قلب الرجوم لا تقوم به قلب الرجوم yes it makes matter قلب الرجوم اور ي jedenأتي وحث الزيزو عليمين وحث الزيزو عليه فقطي مفयت الزيزو عليمين والي يخلي زيزو عليمين وخلي مصطفى المحمد وتزيزو في بسر الميدان على مايه في الشارط الثاني ونباعد خلت اليزيغي وتزيغي اللعب شوية في بسر الميدان تعني اتخل براس مرموش وانزيزو تخل دائد شوية الجهة اليوسر اليوم في المدخب الثاني يلي اللاحظنا من المدخب في مصر اليوم فم جوية بصراحة حبلة الحكام لان رحب اليوم الحكام ليوم مكانش خاشز فضل حكام لاحظنا داخلية تعريفة من اللاعب المدخب السوداني معانيا سلاح يتايحوه وهي طيح في مرموش. الضرب قوي معناه من منتخب السوداني. ولكن الحكم يخرج حتى ورقة سفراء لعبي منتخب السوداني. يريد استغرابتها شوية في المرات شرائية. بسراحة الحكم كان متسامح برشا مع لعبي منتخب السوداني من لحية اخراج ورقة السفراء. ولكن بشكل عام ما تشوفه واحد بلاش منتخب مصري. نجم يقول منتخب مصري يزببني على الشرط الاول اللي يقدمه اليوم برغم ان توضع منتخب السوداني اللي يسمى المتخب المصري. يدرك يكون كاملا حلقة لانتشاب نيشين. جاي فيديو سبحان خير ناس كون. نتلقاه في معايدة ريوخة وسلم غدوا في حلقة جيدة من برين جواز دعفان كالعادة. وباش نحكير فيها غدوا عنا باش ماتشويت. عنا ماتش المتخب الجزائري غدوا ومتخب كورديفور. وعنا ماتش المتخب التونسي بتبيع مع متخب الجنبي. سبحان خير ناس كون.